السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث الساعة الوقت عن ايران وامريكا واسرائيل والرد الايراني على عملية استهداف السفارة الايرانية في دمشق في الاسبوع الاخير من رمضان وهل هترد ايران بالفعل بحسب تهديدتها ولا هي فرقعة كالعادة ويا ترى ايه السر في تضخيم امريكا واسرائيل لقوة ايران العسكرية بعد التهديد الايراني مباشرة ويا ترى حكاية المتين مليون دولار اللي قدمتهم ايران لحماس واللي اتكلمت عنهم التايمز البريطانية او الامبارع وكمان هنتكلم عن مقال موقع الجزيرة نت عن اسماعيل هانية ارادوا ان يحرقوك فاحرقت قلوبهم خلونا انتبه حلقتنا وزي ما عودنا حضراتكم بكل انصاف وموضوعية دون عصبيات او مبالغات لكن فضلا من حضراتكم دعم القناة ولايك وشير للفيديو لان ده احد اسباب اقتراح الفيديو من اليوتيوب وطبعا حضراتكم عارفين الحالة السيئة اللي فيها اليوتيوب هذه الايام واللي لسه مش مشترك معانا في القناة اتمنى انه يشرفنا بالاشتراك وتفعيل علامة الجرس علشان يوصلوا كل جديد في قناتنا ويلا نبدأ الحلقة بسم الله اتعودنا دايما بعد اي عملية اسرائيلية ضد اهداف ايرانية اننا بنسمع جعجعات وتصرحات نارية وصريخ من ايران بان انتقامها من اسرائيل وردها قادم كالزلزال لا محالة وده اللي سمعناه بعد عملية استهداف السفارة الايرانية في دمشق طلع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يهدد بان الرد الايراني لن يرحم وطلع التصرحات تانية بان السفارات الاسرائيلية لن تكون في مأمن من الضربات الايرانية لدرجة ان المرشد الايراني عالخ من نفسه طلع يهدد بان ايران هترد رد قوي جدا لن يتوقعه احد خليني اقول لحضرتك ان حتى هذه اللحظة لا شفنا رد من ايران ولا ديولو وزيدك من الشعر بيت ان ايران مش هترد ولو حصل ان ايران عاوزة تحفظ ماء وجهها فهيكون الرد ده بالاتفاق مع كل من امريكا واسرائيل وده حصل قبل كده بعد عملية استهداف قاسم سليماني قائد فايلق القدس قبل اربع سنوات وقت ما ايران خادت الاذن من الامريكان بتنفيذ عملية وهمية كده لحفظ ماء الوجه وده اللي قاله فعلا الرئيس الامريكي السابق وفضح ايران دونالد ترامب العجب بقى مش هنا لاننا تقريبا بقينا نعرف ردود الافعال الايرانية وانها لن تفعل شيء لان الموضوع كله عبارة عن تفاهمات وتكامل وتبادل في الادوار بينهم وبين امريكا واسرائيل ومعاهم طبعا الحركات التابعة للارانيين واللي على رأسها طبعا جماعة الاخوان المسلمين لكن العجيب هنا هي التصرحات الامريكية والاسرائيلية لابراز قوة ايران واعلان امتلاكها لكافة انواع الاسلحة الحقيقة اللي عنده ادنى معرفة بمخططات هؤلاء يعلم ان هؤلاء التلاتة كلهم واحد وان الموضوع كله مش اكتر من كارت ارهاب لدول المنطقة علشان يخوفوهم من ايران لان فيه امر ما بيتم التجهيز له سيحدث قريبا يعني مثلا الخبر اللي قدام حضراتكو ده بيقول صحيفة لدى ايران مخزون هائل من المسيرات تفاصيل الخبر بتقول كشفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية نقلا عن مسؤولين امريكيين واسرائيليين ان ايران تمتلك مخزونا ضخما من الطائرات المسيرة بعضها يصل مداها لالفين وخمسمائة كيلو متر ويمكنها التحليق على ارتفاع منخفض لتجنب الرادار ولدى ايران عشرات النماذج واكثرها كفاءة وقوة اهترازات شاهد ومهاجر وكيان وكمان وبعدها اتكلم الموقع عن ابرز الطائرات المسيرة الايرانية اللي هي زي مثلا شاهد 126 وشاهد 136 وشاهد 149 وشاهد 191 وتكلم كمان عن طائرات كيان وكمان 22 ومهاجر 6 فهل اللي بيستعرض قوة عدوه بالشكل ده يبقى دمعناه انه مثلا خايف من هجمات العدو ده والذي رساله بتتبعت لحد تاني ان العدو ده بيمتلك هذه القدرات علشان يثير حاله من الخوف والقلق عند الاطراف المطلوب توجيه الرسالة دي ليها عموما خلاصة الكلام ده اخوانا ان ايران لن ترد والموضوع كله تبادل ادوار فقط وهنشوف خلونا منروح مباشرة للنقطة التانية في حلقتنا وهي حكاية 250 مليون دولار اللي قدمتهم ايران لحماس موقع التايمز البريطاني نشر اول امبارح او امبارح تقرير بيتكلم عن ان اسرائيل عثرت على وثائق تثبت تمويل ايران لحماس بمبلغ ربع مليار دولار فايه الحكاية؟ الموقع بيقول ان اسرائيل عثرت على وثائق تتضمن مراسلات لتدفقات مالية ضخمة من ايران الى حركة حماس في غزة وده يكشف مدى الدعم الايراني لحركة حماس وبيقول الموقع ان الوثائق اللي عثرت عليها القوات الاسرائيلية خلال الحرب في غزة تتضمن مراسلات ورسائل تثبت تحويل مبالغ مالية تصل لمتين مليون جنيه استرليني تقريبا ميتين وخمسين مليون دولار من ايران لحماس خلال الفترة بين عامي 2014 و2020 وان الاموال زي ما بتقول الوثائق كانت موجهة بشكل مباشر لزعيم حركة حماس في غزة يحيا السنوار والقيادات العسكرية البرزة في الحركة وقال الموقع في احدى الرسائل كتب نائب القائد العام لكتائب القسام مروان عيسى بخط ايده عن تفاصيل دقيقة لتحويلات مالية تجاوزة 222 مليون دولار تم تلقيها من ايران وتم كمان تقاسمها بين قادة حركة حماس يعني الموضوع هنا بحسب تقرير الطايمز طبعا مش اموال علشان المقاومة ولا علشان الجهاد ولا علشان طرد المحتل ولا الكلام ده كله لكن ده اموال بيتقاسمها بينهم وبين بعض قادة هذه الحركة المجرمة اللي بتتاجر بقضية فلسطين ولا يعنيها دماء الفلسطينيين اللي بتسيل يوم بعد يوم خلونا برضو نقول ان فيه احتمالية ان اسرائيل طلعت في وقت زيدة بالوثائق دي علشان يثبته العلاقة الوثيقة اللي بتربط بين ايران وحركة حماس والحقيقة اننا اصلا مش في حاجة لكده لان العلاقة دي اوضح من ان اي حد يوضحها طبعا يعني تقدر تقول لاسرائيليين فسروا الماء بعد الجهد بالماء لاننا دايما يا اخواننا بنتكلم عن هذه العلاقة الوثيقة لكن بكل اسف بنلاقي ردود افعال من المؤدلجين المغيبة عقولهم واللي عندهم هوس بجماعة الاخوان وبحركة حماس ويطلعوا يتهمون احنا بالوقوف ضد المقاومة وتأييد الاحتلال والكلام الفارغ اللي بيقولوه وبيكرروه كل يوم والتاني ده النقطة الاخيرة في حلقتنا واللي هي بخصوص موضوع مقتل ابناء اسماعيل هنية واحفاده قبل يومين واللي اتكلمنا عنه هنا في حلقة في القناة وقلنا ان الموضوع ده فيه شكوك لصرف الانظار عن امر ما بيتم التدبير ليه ولا نعلم صحة الخبر من عدم صحته خاصة ان اللي انفرض بنقل الخبر ده وتصويره هي قناة الجزيرة فقط وده اللي زود الشكوك عندنا اكتر واكتر امبارح بقى في مقال نشروه موقع الجزيرة نت بيأكد كلامنا ده عنوان المقال زي ما حضراتكم شايفين اهو ارادوا ان يحرقوا قلبك فاحرقت قلوبهم التقرير بيقول او المقال بيقول بعد اكتر من ستة اشهر من حرب اسرائيل الهامجية على غزة يبحث الاحتلال عن صورة نصر زائف وانتصار كاذب فماذا فعلوا لما فشلوا في تحقيق صورة النصر المنشود اظهروا حقدهم ووضاعتهم فاغتالوا ابناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس انتقاما منه اراد الاحتلال ان يحرق قلب القائد المجاهد اسماعيل هنية زي ما بيقولوا التقرير فعلا كده بفعلاتهم الجبانة فخلال زيارة عيد الفطر اغتالوا ثلاثة من ابنائه واثنين من احفاده لكنه حرق قلوبهم اللئيمة وحطم نفوسهم المهزومة بموقفه العظيم وايمانه العميق اثناء تلقيه الخبر طبعا اخوانا الموقع بيتكلم عن حالة الثبات اللي ظهر فيها اسماعيل هنية هو بيتلقى الخبر وسبحان الله بعد سماعه الخبر مباشرة قال يلا ورانا شغل عندنا قضية مهمة اهم من الخبر ده فيلا بنا يا اخواني على الشغل عندنا جهاد عندنا مقاومة الحقيقة انا عاوز اقول ان الجزيرة افورت اوي اوي في الموضوع ده فبغض النظر بقى عن صحة الخبر او عدم صحته وخلينا برضو نفترض صحته فعلا لكن معقول شخص يتبلغ بوفاة اعز ما لديه ويكون ده رد فعله برضو معقول ياخد حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله وافضل رسول الله بكى عند وفاة ولده ابراهيم لان ده شعور طبيعي فان الجزيرة تظهر اسماعيل هنية بهذا الشكل فهل هو اثبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا والعياذ بالله مستحيل الموقع بيحاول من خلال التقرير ده تجميل صورة اسماعيل هنية بعد التشويه الاخير اللي حصل ليه خاصة بعد زيارته مع وفد من حركة حماس لايران وخلعوهم الاحذية في حضرة المرشد الايراني وتلقيهم التعليمات من ايران بخصوص موضوع الهدنة والاجتماع اللي تم في القاهرة لكن الحقيقة تجميل في شكل تشويه نقطة اخيرة هنا بتزود كمان الشكوك عندنا في الموضوع ده قدام حضراتكو دلوقتي تغريدة للاخوانجي الهارب والمقيم في قطر محمد الصغير بيقول فيها حكام ماليزيا وتركيا وقطر وافغانستان هم فقط من عز القائد اسماعيل هنية في استشهاد اولاده واحفاده ومن العلماء الرسميين فضلة الشيخ احمد الخليلي مفتي سلطنة عمان وفضلة الشيخ الصادق الغرياني مفتي ليبيا ترى ما الذي منع البقية من المواساة وتقديم واجب التعزية طبعا دلوقتي حضراتكم متوقعين انا عاوز اقول ايه ردا على محمد الصغير اللي قال عنهم محمد الصغير دول يا اخوانا يبقوا مين ايوة يبقوا طبعا اكبر داعمي تنظيم الاخوان المسلمين يعني زي ما بنقول الموضوع عبارة عن زيتهم في دقيقهم هم اللي خططوا وهم اللي بينفذوا عادي يعني مفيش اي مشكلة انا عاوز اأكد لكل اللي بيشوف الفيديو ده كلام انا قلته قبل كده مرارا وتكرارا وبرضو بكرروا دلوقتي اهو مفيش حد عائل ابدا فضلا عن شخص عربي حر فضلا عن مسلم يقرأ ان يكون فيه مقاومة حقيقية للاحتلال لكن اللي ظاهر لنا يا اخوانا لغاية دلوقتي ان المقاومة المزعومة في فلسطين المتمثلة في حماس دي لم تفعل شيئا حتى الان الا كل خسارة وضمار للقضية وللشعب لازم اتحاد الفلسطينيين كلهم مع بعض مش زي ما احنا شايفين جماعات وطواقف وفي النهاية يطلعوا يصبوا غضبهم على الدول العربية ويتهموا حكامنا بالتأصير نتمنى اننا نشوف فعلا تكاتف الفلسطينيين مع بعض تحت قيادة واحدة وقتها هنشوف والله العظيم تحرير فلسطين في وقت قياسي اقرب مما نتخيل ربنا يحفظ فلسطين وينتقم من اعدائهم ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم ويحفظ بلادنا كلها من كل شر ويوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة